بينما كانت عينا الحكومة الإسرائيلية ترقب التطورات في المنطقة العربية كان الإسرائيليون في الداخل يستعدون للتظاهر ضد سياسة حكومتهم الاقتصادية تظاهرات نظمت في ثلاث مدن رئيسية هي القدس وحيفا وتل أبيب للاحتجاج على ارتفاع أسعار المنازل والمواد الغذائية والتعليم والطبابة وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر مقاننة مع سابقاتها إذ وصل عدد المشاركين إلى 250 ألفا مجلساء النواب والوزراء ورئيس الوزراء يعملون فقط لصالح عدد معين من العائلات ولا يهتمون بالشعب ونحن هنا حتى نعيض السلطة للشعب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو عين لجنة من الخبراء للقاء قادة الاحتجاج ودلاسة المطالب لكن المحتاجين اعتبروا أن في ذلك مراوغة خصوصا وأن نتنياهو كان قد أعلن أنه لا يستطيع أن يلبي جميع المطالب رغم أن الاقتصاد الإسرائيل يشهد نموا سريعا إلا أن هناك خلدا في توزيع الثروات فالهو بين الأغنياء والفقراء تزداد أما الطبقة الوسطى فتعيش خطر الزوال جئنا إلى هنا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية ونأمل أن تقوم الحكومة بتغييرات وأن تسمع صوت الناس تعد الطبقة الوسطى تشكل منها معظم المحتاجين الأكثر تضررا بسبب ارتفاع الضريبة وغلاء أسعى المواد الاستهلاكية مع بقاء الأجور على ما هي عليه علامك بي بي سي